اشتركوا في القناة العائلي الاجتماعي جاك العلم من بطولة ريم عبدالله وماجد مطرب فواز ومن كتابة اماني السليمي وزايد الرئيس واخراج عبدالله العراق العمل تصدر الترندي على اكسي السعودية وصلت تفاعل كبير مع شخصية الزوجين حيث احبوهما الجمهور في برنامج استيديو 24 بعد ان كانت شخصيتهما ضمن فقرة ثابتة بالبرنامج ومن اكثر الفيديوهات التي تداولها الجمهور على الحلقة قيام ابو صامل يجعل ابو صامل يلف السنبوسة كون الشغالة في منزلها غادرت في اول يوم من رمضان وهذا ما ادى الى حصول هوشة بينهما وهناك من وقف في صف ابو صامل واستغربوا كيف قبل طلب ام صامل كذلك الامر بالنسبة لام صامل التي لاقت ترحيبا كبيرا من النساء على اكس اللواتي فرحونة بطلبها من ابو صامل بلف السنبوسة ومن التعليقات زمن النساء وبقوة حيث قالت احدى المتابعات ان النساء بتنى يسيطران حاليا مضيفة حتى ابو صامل يلف السنبوسة وحش رمضان وهذه من الالقاب الجديدة التي اعطاها الجمهور لوليد شاكران في حلقة جاك العلم الاولى حيث اسنى الكثيرون على اتقان ولهجة اخرى كأنها اللهجة الامة وهذا الامر ليس بالسهول المتوقعة وليد شاكران بشخصية فنجال الذي اجادها بشكل سلس ومدهش وبانتظار الحلقات القادمة بحماس والى هنا نكون مصلنا الى نهاية خبرنا دمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة